لماذا يكون الربى بالنقود وهي غير بديل للذهب بعد صناء البنك الدولي عن فصل النقود بالذهب يا ولدي المبارك كل ما أجازه الناس فيما بينهم للتعامل كلمة تقول معنى إيه مخزن للثروة مستودع للقيم تتمتع بالقبول العام بين الناس هذا ما نتقول لو أجاز الناس جلود الإبل قطعوها وجعلوها نقودا لأجريت فيها أحكام النقد والتعامل الذي في الأموال الربوية حيث لا بد من التقابض عند اختلاف الأجناس فإذا خلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شيتم إذا كان يدميا معيار النقود مخزن للثروة مستودع للقيم وأداه للإبراء العام وتتمتع بالقبول العام بين الناس هذا محتوى النقود من الداخل أي معنى تحققت في هذا أصبح هذا المعنى يجي عليه أحكام الأموال الربوية بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر